موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة هل تصنع الضربة الغربية ضد داعش كرة ثلج تجرف الأسد في طريقها؟ صحيفة الرياض نشرت مقالة لأيمان الحماد بعنوان كرة الثلج تتدحرج نحو دمشق جاء فيه كان حديث الجنرال الأمريكي مارتين ديمسي عن تدخل مري في التحالف الدولي ضد داعش منتظرا لكن على التحالف قبل خوض حرب مرية أن يبدأ في تنظيم الداخل السوري والعراقي على مستوى المناطق المجاورات لمناطق داعش على حد سواء في البداية من الضروري التوصل إلى حل عقلاني فيما يخص الحقائب الأمنية في الحكومة العراقية عن طريق إسنادها إلى وزراء من الطائفة السنية إذن من شأن القيام بذلك تسهيل جهد الحكومة العراقية العسكري في هذه الحرب إذن حقيبة الدفاع والداخلية يفترض أن تأولى لوزراء سنة هذا سيجنب الحرب البرية أي ارتباك يمكن أن يحدث نتيجة اجتياح بري سيشهد بلا شك احتكاكا بين قوات عسكرية وسكان تلك المناطق الأمر في الجبهة السورية سيكون مختلفا تماما يفترض أن التحالف الدولي قد بدأ بتهيئة أفراد من الجيش الحر عسكريا ومدنيا لتدخل بعد أن يقوم بضمان إخلاء المناطق الحالية والمحاذية لمناطق سيطرة داعش من جيش النظام السوري وضمان عدم قيامه بأي طلعات جوية وهو ما يعني مجازا فرض منطقة حظر جوي المحالها الأمريكيون قبل أيام ستشهد الساحة السورية قتالا عنيفا بين جيش النظام السوري ومقاتل داعش والتنظيمات المتطرفة الذين سينزحون باتجاه الجنوب السوري بعد أن يجدوا أنفسهم في مواجهة التحالف الدولي في الشمال السوري وهو ما سيتسبب في تدهور ألة الحرب وربما إحداث تصدع في جوهر النظام السوري وسوف يكون من الصعب تلبية نداءات استغاثة نظام الأسد خصوصا مع تغير المشهد العراقي واللبناني والإيراني وصعوبة ضمان دخول مخاتلين من تلك الدول وهو ما يعني أن كرة الثلج تتدحرج نحو دمشق سياسة الغرب في الكيل بمكيالين في قضايا العالم تثير صخط الغربيين أنفسهم صحيفة الغربيين نشرت تحت عنوان لماذا نتوقف عند تنظيم الدولة الإسلامية؟ بل نستطيع قصف العالم الإسلامي بأكمله يكتب جورج مومبيوت مقالا ساخرا يتابع فيه المنطق الذي تنتهجه الدول المتحالفة لقصف تنظيم الدولة الإسلامية ويستعرض تحول موقفها من النقيض إلى النقيض لنقصف العالم الإسلامي بأكمله من أجل إنقاذ حياة مواطنه لماذا نتوقف عند تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري؟ والنظام السوري أيضا قد قصف شعبه ألم يكن هذا رأينا في الماضي القريب؟ فما الذي قد تغير الآن؟ ماذا لو ضربنا الميليشيات الشيعية في العراق أيضا؟ إحدها اخترت أربعين شخصا في شوارع بغداد وقتلتهم لمجرد أنهم سنة بينما أبادت أخرى ثمانية وستين شخصا في المساجد في شهر آبا الماضي وهم الآن يتحدثون بصراحة عن التطهير بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية حتى أن أحد زعماء الشيع حذر من قيام تنظيم شيعي مشابه لتنظيم القاعدة السني ثم ينتقل الكاتب إلى غزة حيث قتل ألفا ومئة فلسطيني في الحرب الأخيرة ويتساءل ألا يبرر هذا قصف إسرائيل؟ وما هو المبرر الأخلاقي لعدم تصفية إيران التي أعدم فيها شخص الأسبوع الماضي بسبب فهمه العصري للدين؟ وينتقل الكاتب إلى السعودية ويتابع بأسلوبه الساخر تعرية التناقضات المنطقية في المنطلقات الإنسانية لقصف تنظيم الدولة الإسلامية ويعرض العبث الذي ستنتهي إليه الحملة الإنسانية لو لم تطبق المبادئ القائمة عليها بشكل انتقائي ننتقل مشاهدنا إلى الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة أكشام التركية مقالا لأيمن بازرجي بعنوان التوراة وحقيقة تنظيم الدولة الإسلامية جاء فيه العلم بأسره مشغول في هذه الأيام بمسألة تنظيم الدولة الإسلامية حيث تعقد الدول العظمى اجتماعات متتالية لإيجاد الحلول المناسبة من أجل التخلص من هذا الخطر وبتوازي مع هذه الاجتماعات تستمر الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم الدولة التي ربما تطول لسنوات عدة حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية رئيس الشؤون الدينية التركية محمد قرمز ينظر إلى هذه المشكلة من منظار أوسا حيث قال إن مثل هذه الحركات لا تظهر في العالم الإسلامي عندما تكون شروط الحياة مناسبة إن مثل هذه الحركات تتشكل نتيجة الظلم والاضطهاد والعنف والجهل وتبع قرمز قائلا إن تنظيمات مثل داعش وبوك حرام وتنظيم الشباب وغيرها لا يختلفون عن بعضهم البعض والجانب المشترك لهذه التنظيمات أنهم ظهروا نتيجة للظلم الذي مرسته الإمبريالية الغربية على العالم الإسلامي منذ عقود طويلة وهذا يعني بأن الغرب قد ساهم في ظهور هذه الجماعات من خلال ممارساته القمعية ويتابع قرمز لا أحد يستطيع أن ينسب أفعال هؤلاء من قتل وتقطيع للرؤوس وتشريد للسكان وحرق لأضرحة الأنبياء إلى الدين الإسلامي ولا حتى إلى أي مذهب من مذهب الدين الإسلامي وتابع قرمز قائلا لقد شهد تاريخ الإنسانية مثل هذه التأولات الخاطئة للتعاليم الدينية من قبل حيث تم تحرف تعاليم التورا من قبل فئة معينة من البشر واتخذوا من التوراة المحرفة مبررا لاغتصاب أراضي هذه المنطقة وإقامة دولتهم عليها أتساءل هنا هل هناك فرق بين عقلية تنظيم داعش وعقلية ما يدعون بأن التوراة وعد لهم بهذه الأراضي ويختتم الكاتب مقاله قائلا يجب على العالم الإسلامي مناقشة الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيمات مثل داعش وغيرها بأسرع وقت ممكن وعلينا إيجاد الحلول وتطهير الدين الإسلامي من هؤلاء ننتقل مشاهدنا الكرام إلى صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالا لبريل دادا أغلو بعنوان خطر داعش على الحدود التركية جاء فيه من الواضح أن قوى التحالف الدولي تريد أن تحصر وجود تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق الشمال السوري المحاذي للحدود التركية وحصل تنظيم داعش على الحدود التركية والقضاء عليه أو إضعاف قوته ليس بالأمر السهل في هذه المنطقة الجغرافية لأن تنظيم الدولة يحاول حاليا القضاء على أكراد سوريا كي يحكم سيطراته على المنطقة والقوى الكردية تريد أن تكون زمام الأمور بيدها على الأرض على الرغم من الغارات الجوية لقوى التحالف أي بمعنى أنها تريد أن تكون مسيطرة على الأرض لوحدها إن تسليح الأكراد والسماح لهم بدفاع عن أنفسهم ليس بالخطأ نظريا لكن لا يوجد هناك أي ضمانة تمنع وقوع السلاح في يد بعض الجماعات الكردية التي لها مآرب أخرى فما يضمن هذه الجماعات من أن لا تنقلب على مناطق أخرى بعد استحواذها على السلاح النوعي وتقوم بمهاجمة دول الجوار وهذه هي النقطة الوحيدة التي تتخوف منها الدولة التركية ومع احتمال تحقق التوقعات الأخيرة فإن العلاقات بين أكراد سوريا والعراق ربما تسوء من جديد وبالتالي فإن هذا الوضع سينعكس على الداخل التركي من خلال وقوع اختلافات في الرأي بين الحكومة التركية وبعض الفئات ومن المرجح أن يؤثر هذا الوضع على سير عملية المصالحة الوطنية في تركيا بشكل سلبي يتبادل إلى الذهن السؤال التالي من سيملأ الفراغ الناجمة عن زوال هذا التنظيم؟ فمن أجل هذه النقطة بالذات يجب أن تعمل الحكومة التركية على كسب ثقة جميع الأطراف الكردية ولكي تستطيع تركيا كسب ثقة الأكراد لا بد لها من التعاون مع الشعب الكردي وفئاته التي تتعرض لظلم واشنطن والغرب عموماً لا يمكن أن يفضل أي خيار على الأنظمة القائمة فضلاً عن أن يكون خياراً ثورياً يتحدث عن الحرية والتحرر والعدالة والوحدة صحيفة الدستور الأردنية نشرت مقال لياسر الزعاتر بعنوان المعضلة السورية بعد هجوم التحالف الدولي جاء فيه أوباما كان صريحاً في حوار تلفزيوني قبل أيام حين قال إن إزاحة بشار ليست أولوية ملحة عندنا ولو كان الأمر كذلك لما رحب هو بتدخل ضد تنظيم الدولة وما حكاية دعم المعارضة المعتدلة إلا فخ لاستخدامها ضد تنظيم الدولة من دون دعمها ضد النظام والنتيجة أنهم يريدونها مثل الصحوات العراقية يجري استخدامها وبعد ذلك بيعها النظام السوري استعاد حوالي خمسين قرية منذ بدء الهجمات ولم تستفد المعارضة السورية منها بأي شيء فضلاً عما تسببت فيه من دمار وقتل المدنيين ولذلك كان طبيعياً أن يخرج الناس يوم الجمعة الماضية إلى الشوارع منددنا بالهجمات ومطالبنا بتوجيهها نحو النظام حكاية دعم وتدريب المعارضة المعتدلة هي حكاية ما يريد إطالة أمد الحرب بلا أي أفق ولو كانوا جدين بالفعل لضربوا النظام أيضاً وصولاً إلى إسقاطه وإحلال البدل الذي سيتكفل بمواجهة تنظيم الدولة ربما بدعم شعبي في تلك الأثناء أما المسار الحالي فهو ذاته المسار القديم ممثلاً في إطالة أمد المعركة حتى إذ لو حلت ما تسمى المعارضة المعتدلة مكان تنظيم الدولة في المناطق التي يسيطر عليها فإن ذلك لن يعني حسماً للصراع مع أن ذلك لا يبدو ممكناً في الأمد القريم من هنا فإن المعضلة هي معضلة تلك القوى التي تسمى معتدلة والتي يجب أن ترفض هذا المسار ومثلاً في استخدامها في معركة لن تخدم الشعب السوري أما الجانب الآخر فيتمثل في معضلة بل فضيحة تلك الأنظمة التي تدعي دعنا الثورة والتي لم تشتلط لمشاركتها في التحالف أن يكون هناك موقف مشابه من النظام بوصفه القاتل الحقيقي للشعب السوري والعدو الأبرز لأحلامه في الحرية كل ذلك لا يعني أن النظام سيكون برسم البقاء ولو استمرت المعركة عشرة أعوام أخرى فالشعب لن يسلم راقبته للطغية من جديد وستدرك إيران أن خيرها بدعمه لم يكن سوى إيذاناً بتورطها في نزيف لن تخرج منه سالمة ولن يفضي إلى إنقاذه مهما طال أمد الحرب يبدو أن عدوى الانسحاق خلف جزمة العسكر والحاصل في أكثر من بلد بصفته خلاصاً من الانفلات الأمني والتطرف هو إلى التصاعد في لبنان هذا ما كتبته ديانا مقلد في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان مهلاً أيها الجيش اللبناني جاء فيه يمكن لشريطي فيديو راجا في الأسبوعين الماضيين أن يختصر المشهد اللبناني الراهن الأول فيديو إعدام الجندي اللبناني الثالث ضمن رهائن الجيش المحتجزين من قبل إرهابي الدولة الإسلامية والنصرة ومعه صور استغاثات وانهيار لباقي الجنود الذين صرخوا يتوسلون إنقاذ أرواحهم أما الثاني فهو فيديو للاجئين سوريين مغلولي الأيدي ممددين على وجوههم أرضاً في بلدة عرسال ومن بينهم شخص بدت إحدى ساقيه مبتورة ويده تقبضان وهما مغلولتان على دواء فيما جندي لبناني يدوس فوقه ويتعمد إلامه كما جرى الدوس والتنكيل بالباقيين من قبل جنود آخرين لم ينكر الجيش اللبناني صحة أي من الفيديوهات المسربة لانتهاكات من يفترض أنهم جنود في صفوفه وللحقيقة فإن مشاهد الفيديو الأول الخاص بإعدام الجندي تختصر حال الدولة اللبنانية الرهينة والمصادرة القرار والإرادة فيما يظهر الفيديو التاني كيف يكون حال الدولة حين تتسربل بعجزها عن مواجهة أسباب أزمتها فتقع في سراب أن استعادة هيبتها لا تتم سوى عبر التنكيل بلاجئين تحتس بأن ذلك مكافحة إرهاب طبعاً جرى الترويج أن ما يقدم عليه الجيش هو الضرب بيد من حديد وأنه يواجه إرهاباً والدعاية لهذه المقولة لم تكن صعبة لأن وجود داعش على الحدود وتطوع لبنانيين للقتال معها أنتج حالة من الذعر أضعفت حساسية مطلوبة حيال ممارسة باتت تتكرس فمرة جديدة نتجهل درساً تاريخياً مللنا تكراره وهو قدرة الإهانة والتعدي والتسلط على إنتاج إرهابيين بأشكال وتسميات مختلفة وتختتم الكاتبة خائلة والمؤسسة العسكرية اللبنانية لا تبدو مشغولة بصوراتها التي لم تبادر إلى محاولة ترميمها ما يحي أن النموذج البعثية في سوريا مرغوب تثبيته في لبنان أيضاً لكن مهلاً يا جيشنا اللبناني ليس هكذا تحمي الوطن بل هكذا تقضي عليه أو على ما تبقى منه ضريبة الحرية والثورة على الطاغية ما زال يدفعها الشعب السوري عن هذا الموضوع نشر موقع اتحاد تنسيقية الثورة السورية تقريراً بعنوان 52 مجزرة بحق المدنيين في سوريا خلال الشهر أيلول الماضي جاء فيه وسق المكتب الحقوقي لاتحاد تنسيقية الثورة 52 مجزرة في سوريا خلال الشهر أيلول الماضي حيث ارتكبت ميليشيات النظام 50 مجزرة منها كلها بحق المدنيين في حين ارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرتين عبر قصفها لتجمعات مدنية خلال الحملة الأخيرة التي تستهدف تنظيمات الدولة والنصرى وكتائب أخرى حيث قصفت تجمعات سكنية في قرية كفردريان بريف إدلب ما أدى لاستشهاد أحد عشر مدنياً وقصفت تجمعات مدنية في قرية الفدغم بريف الحسكة ما أدى لاستشهاد سبعة مدنيين وقامت الميليشيات تابعة لنظام الأسد بارتكاب أحد عشر مجزرة بريف دمشق وأحد عشر مجزرة أخرى في حلب وريفها وثمانية مجازرة في إدلب وست مجازرة في دير الزور ومجزرتين في درعة ومجزرتين بريف الحسكة ومجزرتين في حماة ومجزرتين في الرقة ومجزرة في ريف اللاذقية وتعتبر مدينة دومة بريف دمشق أكثر المناطق التي ارتكبت فيها المجازر لهذا الشهر حيث ارتكبت ميليشيات النظام ثمانية مجازرة في دومة وحدها في حل تعتبر مجزرة دومة أكبر المجازر في سوريا لشهر أيلول إثر غارات جوية شنها طيران النظام على المدينة وتأتي بعدها مجزرة مدينة الباب بريف حلب والتي رحى ضاحيتها خمسة وخمسون شهيدا إثر قصف مخبز للمدنيين تتعاقب الفصول وتتعدد أشكال معاناة السوريين حيث نشر موقع زمان الوصل مقالا بعنوان الشتاء يدق أبواب السوريين مبكرا والتحالف يساهم مع النظام في ارتفاع أسعار المحروقات جافي غدا توفير مؤونة الشتاء من المازوت الشغل الشاغل لفئة عريضة من السوريين في ظل أزمات قطاع متتالية رافقها ارتفاع متلاحق شهدته أسعار هذه المادة لكن العبء أثقل كاهل السوريين بشكل لا يحتمل هذه السنة فقد تزاملت ضربة طيران التحالف على مواقع وحقول النفطية مع توسيع جيش النظام لطاقة عملياته بشكل استنزف ما يمكن أن يبقى من مخزون النفطي ومنذ أن بدأ طيران التحالف غاراته داخل العمق السوري وهو يستهدف بانتظام حقولا ومصافية لتكرير النفط بدعوة أنها تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية وقد أضاف إلى هذا القصف استهدافه لحقل كونيكو أكبر حقل غاز في سوريا كلها ومع أن ملأ برميل من المزوت غدا ضربا من ضروب رفاهية منذ الشتاء الماضي بالذات فإن هذا الشتاء ينظر بما هو أسوأ حيث بدأ متبقى من سوري الداخل يهيئون أنفسهم لتعامل مع تسعيرة جديدة للتر ربما تتخطى مئتي ليرة ما يعني أن سعر البرميل مرشح للقفز إلى أربعة وأربعين ألف ليرة مع أنه لا يكفي في أحسن الأحوال سوى لمدة أربعين يوما تقريبا إذا ما كان الاستهلاك مقنناً والبرد متوسط الشدة ظلم الإنسان وإفساده في الأرض لم يتوقف عند البشر بل امتد الكائنات الأخرى على سطح الأرض نشرت صحيفة القدس العربي مقالاً بعنوان إثنان وخمسون بالمئة من كائنات الحياة البرية فقدها العالم جاء فيه كائنات الحياة البرية في العالم تراجعت حوالي اثنين وخمسين في المئة في الفترة من عام ألف وتسعمائة وسبعين إلى ألفين وعشرة وهو بعدل أسرع بكثير مما كان متوقعاً حقيقة كشف عنها تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية وهي منظمة دولية غير حكومية والذي يصدر كل عامين وخلص تقرير الصندوق الذي صدرت ثلاثة إلى أن الفقاريات في الحياة البرية سجلت أكبر انخفاض لها في المناطق الاستوائية وخصوصاً في أمريكا اللاتينية حيث تراجعت أعداد الأسماك والطيور والثديات والبرمائيات والزواحف كما سجلت أعداد أنواع كائنات الحية في المياه المتجمدة أسوأ هبوط مع تراجعها بنسبة ستة وسبعين بالمئة على مدى العقود الأربعة حتى عام الفين وعشرة بينما انخفاضت الأعداد في كل من البيئتين البحرية والبرية بنسبة تسعة وثلاثين في المائة التقرير أشار إلى أن متوسط الانخفاض البالغ 52% هو أكبر بكثير مما ورد في تقارير الصندوق في السابق فيما يرجع جزئياً إلى أن الدراسات السابقة اعتمدت بشكل أكبر على المعلومات السريعة المتوفرة من أمريكا الشمالية وأوروبا لا شيء يستطيع قهر إرادة الحياة والفرح عند شعب أرادها رغم هولي التحديات وفي قصة جديدة من قصص الأمل نشر موقع زمان الوصل بعنوان ناشطون يخترقون الحصار ويهربون الفرحة إلى أطفال حرستة تنتظر مراجح العيد في بلدة حرستة استقبال أطفالها إذ يحرص ناشطون بلدة المحاصرة على مرور فرحة العيد في شوارع وحارات حرستة معلنين حسب وصفهم تحدي الموت ولضمان وصول الفرحة بأمان ركب الناشطون مراجح العيد داخل أبنية مغلقة ومخفية خشية من قصف نظام المستمر على حرستة أطفال حرستة يقولون ببنى عيد أطفال حرستة طالبوا الناشطين بعيد يفرحهم وألا تقتصر مظاهر العيد على الأضاحي لذلك ينتظر الناشطون وصول دعم مالي إضافي سيخصص لشراء هدايا وألعاب وحلويات الأطفال الذين نسوا طعم العيد حسب وصف مسؤولة يد واحدة ولذلك لا بد من إعادة رسم الفرحة على وجوههم وفي سياق متصل تقول المسؤولة في مطبخ يد واحدة ليلة إن العديد من المؤسسات المدنية تبرعت بمبالغ مالية لشراء أضاحي العيد موضحة أنه تم تهريب الأضاحي من طرق سرية تخترق الحصار كما يصر أطفال سوريا على اللعب برغم الحرب إخواتهم أطفال فلسطين يتحدون الموتى باللعب والرياضة موقع فرانس فان كاتر نشر بعنوان طفل فلسطيني يسجل اسمه كأصغر لعب كرة طاولة في العالم يوسف دوفش ابن ثلاثة أعوام والذي لم يتمكن بعد من إتقان الكلام تمكن من احتراف لعبة كرة الطاولة رغم صغر سنه إرادة والد يوسف حققت له حلم تحويل ابنه من طفل عادي إلى بطل رياضي فريد من نوعه أثر فضول اختصاصي هذه الرياضة حيث بات يوسف اليوم أصغر لعب كرة طاولة في العالم حلم يتمنى والده ومدربه أن يتجسد على صفحات موسوعة الأرقام القياسية جنس مشاهدين الكرام نعم لا يصنع الإبداع العظيم إلا الألم العظيم فلنتفأل فالحياة إن لم تكن مشفوعة بأمل قاسية جدا وعلى الأمل وكل الود أودعكم وأتمنى لكم عيدا سعيدا نلتقي مجددا بعد أيام العيد إن شاء الله لكم من أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة